موسيقى مساء الخير في بنات كتير أكبر عقدة في حياتها هو شكلها اللي صمرة وكان نفسها تبقى أفتح وتبقى بيضة واللي شعرها كيرلي ونفسها شعرها يبقى ناعم أو ستريت بس نهال بطل القصة حقيقة النهاردة عقدتها في الحياة إنها جميلة لدرجة إنها بقت تعايت كل يوم تدعي ربنا وتقوله لي يا رب خلقتني جميلة تفتكروا إيه لخلها تقول كده تيجو نسمع القصة من أولها ونشوف نهال بعتها تقول لنا إيه اسمي نهال مخلصة تعليم حاليا وعندي 21 سنة ولسه منزلت الشغل من وانا عندي 15 سنة يا سيدي كان بيتقدم لي عرسان كتير عشان معجبين بشكلي والتزامي بس أنا كنت برفض عشان سنة صغيرة ومش مستعجلة على الموضوع ده كنت دايما بقول لنفسي اللي جاي تقدم عشان شايف فيه بنت جميلة مسيروا مع الوقت هيتعود على شكلي وعلى جمالي زي أي حاجة بتبقى حلوة وهو بعيد مجرد ما تبقى في قدينا تبقى شيء عادي بنزهق منه ونشوف غيره أهم حاجة اللي هيرتبط بيا يختار شخصيتي ودماغي وروحي لأن دول اللي مش بيتزهق منهم مهما عدة السنين أنا عايزة أوقفين كلامك حلو جدا ومتفقى معا مليون في المية بس إيه المشكلة اللي حصلت اللي خلتك تقولي كده طالما أنت بتفكري حلو قوي كده وانت لسه سنك صغير تعالوا نكمل لما جبرت شوية ووصلت لسن العشرين بدأت أحس بالوحدة لأنني ما كانش ليا أصحاب كتير ساعتها بدأت أتمنى عريس يملى علي حياتي يسمعني ويطبطب علي ويكون جنبي وقت ما احتاج له وفعلا اتقدم لي شخص في كل الصفات اللي كنت بحلم بيها من الآخر كده عجبتني دماغه وطريقة تفكيره واسلوبه وقلت هو ده اللي بدور عليه ووافقته وأنا مغمض سجدت لربنا وقلت له شكرا يا رب بس بعد الخطوبة بدأت أشوف وش تاني خالص خلاني أعيش أسود سنة في حياتي وفي عمري كله اكتشفت بعد الخطوبة أن الوش اللذيذ اللي شفته في الأول كان مزيف ورا حد تاني مهمل ممكن يسيبني فترة طويلة من غير ما يتصل ولا يسأل علي وحجته دايما أنه مشغول ومش فاضي ومش بيغير علي زي أي راجل مفروض يغير على خطبته لدرجة أن يكون ساعت بنزل الساعة 12 بالليل عشان يغير أو يعترض وهو عادي خالص كانت كل مشاكلي معاه بسبب أن أنا مش لقيه جنبي طول الوقت كان دايما مستعد يسمع لكل الناس ويساعد ويخدم الغريب إلا أنا وفي أوقات فراغه يشوف أي حجة يبعد عني بيها بدل ما ينتهزها فرصة ويكلمني ويقرب مني أكتر لو حصلت له مشكلة صغيرة خالص أو حصلت لحد من عنده يتحجج يفضل أيام ما يكلمنيش لما عرفت أن هو كان مرتبط بواحدة قبلي وما حصلش نصيب سألته هو أنت ارتبطت بيا ليه قال لي عشان شكلك وأخلاقك ومع الوقت بدأت أحس أني كنت بالنسباله سد خانة اللي هو بنت شكلها جميل عندها أخلاق عشان يضمن أنه أخد عروسة مثالية بالنسبة لطموحه طبعا لكن هو نفسه مش عريس مثالي بالنسبالي لكن مع الأسف الشديد كنت حبيته وتعلقت بيه كان كل ما يكلمني كل فين وفين يعملها جميلة كأنه مثلا أقدم لي حاجة فظيعة المفروض أن أنا أشكره عليها ولما كان يشوف فرحتي لما بيتكلم يقول لي أنا بلاحظ أني بتبقي طايرة من الفرحة لما بكلمك كنت بقوله فعلا ببقى طايرة عشان بتكلمني أنا لما بسمع صوتك بكون مبسوطة قوي نشيطة وحبة يومي وطول ما أنت مش بتكلمني ببقى قاعدة مستنية مكلمتك وكل شوية ببص على التليفون وادعي أنك تكلمني رغم اعترافي الواضح والصريح عشان يحس ويتغير ما كانش برضو بيتغير كنت كل يوم بنام مع أياته مستنية أنه يكلمني ولو شفت اتنين مخطوبين مع بعض قلبي كان بيوجعني وحسني مش مخطوبة لما كنت بخرج مع صحابي ويلاقي كل واحدة خطبة بيتصل بيها يتطمن عليها كنت ببكي من غير ما أعرف صحابي أنا جوا يا إيه ودلوقتي والله يبعيط وأنا بكتبلكم تعرفي يا سالي لما كنت بحكي له حاجة مهمة مزعلاني ألاقيه نام وهو بيكلمني أو يسرح في حاجة تانية خالص لما خلص كلامي ألاقيه مش موجود معايا أصلا وكل ما كلمه يقول لي معلش أصلي داخل الحمام معلش أصلي نازل تحت معلش حد بيتصل بيها على الأرض ولازم أرد أو ينام على نفسه وهو بيكلمني وده كله وأنا جاي على نفسي وصحتي لحد ما خسيت جامد وشكلي بقى وحش أكتر من مرة أقوله لو مش عايزني سيبني أنا بجد تعبت ولو محرج من أهلي أنا هجيب الموضوع كله كأنه من عندي ولو لسه بتحب البنت اللي أنت كنت مرتبط بيها ارجع لها فهيتمسك بي ويقول لي معلش وسمحيني ظروف الشغل ضغط يفضل يتحايل ويقول لي محتاجك وبحبك لحد ما سامحه وارجع في كلامي بدل ما شيل زنبه ورغم أني كنت بحبه كان فيه إحساس جواي أن فيه حاجة غلط بس مش عارفة أوصل له حاولت أكتر من مر أمسك تليفونه بحسنينية عشان نتصور به مثلا بس كان بيت رعب أول ما أمسكه شده مني وبالمناسبة يا سالي أخويا كمان كان خاطب وخطيبي وأخويا كانوا بيدوروا على شقة في مكان معين عشان نبقى سكنين جنبه بعض وفي يوم خطيبة أخويا اعترضت على المكان الشقة وقالت له لأ ده مكان وحش ومش عارفة إيه فأخويا عشان يرضيها جاب لها شقة في مكان تاني هي عايزة لما قلت أجرب مع خطيبي وأقول له المكان مش عجبني قال لي هي دي مقدرتي ولو حب تكملي معايا يا بنت الناس كملي مش عايزة خلاص ومع ذلك كنت بعدي وردية بالقليل وفقت بشقة في مكان وحش ودهب قليل كل حاجة بسيطة رضيت بيها لحد ما قررت إن أنا هعامله بعد كده بالمثل ما سألش أنا كمان لو هو ما سألش لحد ما حصلت مشكلة جديدة بسبب الاهتمام قررت إني مش هتصل بيه واستنيته يراضيني وهو معبرنيش خالص كان نفسي في مكالمة من أخته أو مامته أو من أي حد من طرفه بس كله خلع كأنهم كان نفسهم اتجوزة ببوز قعدت شهر زعلانة منع الأكل ومنهارة عشان بحبه بس أنا مش قادرة أكمل معاه لميت كل حاجته وبعدتها وولعت في كل حاجة بتفكرني بيه بس ما نستوش اكتشفت بعدها إن هو سافر ونسيني مش كده وبس ده الإحساس اللي كان في قلبي طلع صح كان عنده حالة وفاة من فترة قبل المشاكل فكل الأكس البلاك عشان تهون عليه أحزانه وهو كمان كان بيطبطب عليها وفضلها ومش فضيلي كنت حاسة يا سالي إن هو بوصص لشكلي بس عمره ما حبني لشخصياتي كرهت ساعاتها شكلي وجمالي اللي بيخلوا الناس تقرب للصورة اللي باينها من برا من غير ما يحاولوا يحبوني من جوه مع إن جوه أجمل وأحلب كتير هو ده الشكل الحقيقي اللي مش بيتغير مع الأيام بقيت ببص للسماء وأقول لي يا رب خلقتني جميلة ليه ما خلقتنيش وحشة عشان اللي يحب يحب روحي عشان أحس إني أتحب مش كل واحد بوصص لمنظره قدام إن يسوي يتقدملي عشان بنت حلوة وممكن يتبهب جمالها وحاليا بقلي سبع شهور كل عريس يجي يتقدملي بحس إن أنا رجعت لنقطة الصفر وإنه خطيبي رغم كل اللي عمله لسه وحشني رغم إني بكره وجمد قوي بس مش قادرة أقنع قلبي إنه خلاص أو أتخيل حد مكانه كل عريس يجي باب عايز أقوله أنت هتحبني ولا لأ هتحب شكلي اللي في يوم الأيام هيروح ولا هتحب روحي بقيت عيشة في النص اللي عارف أخد خطوة جديدة ولا أرجع لللي فات وفي يوم بعتلي راكورد وأنا قلبي هيوقف مش قادرة تنفس جسمي بترعش بصرخ بحسبن عليه رد علي رد برد قوي فرقش معي كل مرة برفض فيه عريس قال يوجعوني ويقولولي لسه أعيزاه رغم اللي عملوا فيكي لسه بتفكري فيه رغم كل اللي حصل لك سؤال يا جماعة هو إزاي في ناس بتقدر تمثل حبها بالشكل ده أنا مش قادرة أصدق أي راجل ولا عايزة أدخل أي راجل في حياتي وأحب تاني إزاي أنا حرفيا نهارت وأنا بكتب لك الرسالة كإني رجعت لأول يوم واجع قولولي أعمل إيه لحد هنا خلصت رسالة نهال وعايز أقول لك أنا متعاطفة معاكي جدا كل حاجة كتبتيها معني ممكن تكون مختلفة في حاجات كتير بس أنا بتعاطف مع أي حد بيبعت لنا وعمري ما بستهون بواجع حد لازم نبقى حاسين بواجعه نحترم واجعه نحترم مشاعره وقرر إن هو قرر إن هو يفتح قلبه دي مشكلة ناس كتير قوي على فكرة اللي هي بعتتها النهار ده وأنتو مش غادين بالكو ممكن يكون عندكو حد كده في البيت المراهقين آه بنتك كتلسة مخطوبة لا قدر الله حصل انفصال ده اللي بيحصل التواهين ده كله السؤال دلوقتي ممكن حد يكره إن شكله جميل ممكن يشوفه نقمة مش نعمة وإيه اللي أهل النهال وكل أهل المفروض يعملوه لو ولادهم وصلوا مرحلة دي خلاص مش واسقين في أي حد هتفضل ترفض كل اللي بيتقدمه طب لحد قمت هنفضل عايشين كده لحد قمت هنفضل نحن لللي بعنا رغب كل اللي عملوا فينا طب وبعدين وإزاي حد يقدر يحب حد ويكرهه في نفس الوقت أسئلة كتير قوي صاح أسئلة كتير قوي في حكايتك يا نهال ترجمة نانسي قنقر